السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا اخدنا جملة الفور فالمرة دا عايزين ناخد مثال كمان هنوضح تلات معلومات اضافية كده في جملة الفور ايه اللي عايزين نوضحه تعالى ناخد كده المين فونكشن بتاعتنا بتاعتنا العادية فور اكس مثلا فور اكزامبل ان وتعالى نقول بقى العكس بدأما كنا بنعمل من واحد للخمسة او من واحد للعشرة او نعمل كده تعالى نعمل العكس من خمسة الواحد وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل لو جيت كده ومنتقى الاكس ان من خمسة الواحد المفروض يمش معي خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد واقفلو برنت بقى الاكس بتساوي واطبع قيمة الاكس تعالى نجرب هتلاقيه لما يطلع النتيجة يعني هو هيجي من خمسة وهينزل زحت مش هيعرف يشتغل مش هيطبع معك حاجة لانه مش بيعرف يمشي مش بيعرف يمشي بالعكس خلاص هو بيمشي معاك طالع وتقول الستيب بتاعه الديفولت للستيب بتاعته بواحد زي ما انت شايف كده النتيجة تلعب بفاضي طب لو انا عايز فعلا امشي بحاجة بالعكس انا هاكمنت الفورلوب دي عشان تبقى فاكيرها عندك في الاكزامبلز لكن تعال ناخد منها كوبي كده وعايزين نعمل نفس الفكرة بس بالمقلوب بشيل النقصتين اللي هي الرينج وبحط مكانهم الكلمة بتاع الداون تو كلمة داون تو بدل ايه نقصتين الرينج في الحالة دي كده هو فيهم ان هو جاي من كبير ونزل لصغيره فبيعرف ان الستيب بتاعته بسالب واحد خلاص بيعرف الستيب بتاعته بسالب واحد فلو جينا جربنا كده هنلاقي النتيجة بتاعته معنا خمسة اربعة تلاتة اثنين واحد زي ما احنا شايفين دي اول حاجة خلاص فلو انا عايز اعكس ايه اعمل الترتيب التنازلي او غيره طيب هعمل مثال تاني عايز اوضح فيه نقطة تانية بدل النقطة بتاعت او زيادة على نقطة الداون تو ايه هي فكرة ان احنا عايزين نعمل حاجة اسمها الستيب فانا هاخد المين فونكشن بتاعتي كده وهعمل بردو نفس الكلام هعمل فور ولطوله الاكس ان من واحد لغاية مثلا خمسين مثلا ماشي المريض عايز اعمل بقى ايه عايز اجيب الارقام الفردية من واحد لخمسين فاقوله الستيب تو هنا انا غيرت الديفولت ستيب دايما بواحد لكن انا قلت له ايه غيرته خريطة الستيب باتنين فكده هيمشي معي واحد وكده اتنين توقع ثلاثة خمسة سبعة تسعة حداشر وانت طالع خلاص دي كده بالنسبة لان انت زودت الستيب بايه زودت الستيب بطو طبعا لو انت عايز الارقام الزوجية ابدأ باتنين خلاص لو عايز اضم معهم الصفرة هتحطوا تمام وهكذا يبدأ باتنين وتزود اتنينات برضو هيجيب معاك الارقام الايه الارقام الزوجية احنا بس تلعت كلها على سطر واحد عشان عاملين برينت مش برينت لاين فما فيش مشكلة نعمل برينت لاين ونعيد التشغيل تاني وعشان بس نتحقق ان الايه ان الارقام فعلا ماشية بخطوة اتنين بخطوطين يعني وبدأ معايا من الواحد اتنين زي ماحنا شايفين واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة حداشر تلاتاشر الى ايه الى اخره من الارقام اللي عملت زيد بشكل ايه زوجي يعني او بشكل بخطوطين مش بخطوة واحدة ده كان كده الستيب وي اتداون تو